نذكر اليوم رجلاً من رجالات تاريخنا الإسلامي الطيب لم يكن من العلماء المبرزين بل كان في جانب آخر كثيراً ما كنا نذكره في رجالات التاريخ ممن يناصحهم علماء المسلمين أي أنه صاحب حديثنا اليوم هو حاكماً من حكام المسلمين ولكنه كان حاكماً صالحاً على هنات فيه الهنات يعني بعض الأشياء الناقصة ولكنه في العموم كان رجلاً صالحاً تقياً ناصراً لدين الله مدافعاً عن حرمات الله وهذا إن وجد في حكام المسلمين كان خير عميم حاصلاً فيهم وظاهراً بينهم هذا الرجل هو هارون الرشيد رحم الله أحد خلفاء بني العباس والخلافة العباسية كسائر الخلافات التي مرت معدى الخلافة الراشدة جرى فيها خير وشرب وظهر فيها أناس صالحون وأناس سيئون منحرفون ولكن هذا الرجل بالذات شوهت صورته تشميهاً أليماً تكلم عنه كثير من الناس بصورة تجعله إنساناً في نظر البشر سيئاً من أسوأ الناس ومن أسوأ من أو من أكثر من شوه صورته كتاب كان يقرأ قديماً يسمى ألف ليلة وليلة هذا الكتاب ملئ قصصاً مكذوبة على هذا الرجل الخير واتهموه فيه بالفواحش والضلالات والانحرافات وغير ذلك وجاء بعض المستشرقين والمستشركون هم الذين درسوا تاريخ المسلمين وحضارتهم سواء كانوا من الشرق أو من الغرب يعني سواء كانوا من جهة شرق بلاد المسلمين أم غربها نعم درسوا تاريخ المسلمين وحضارتهم لا للاستفادة منها في أكثر الأمور وإنما للطعن وتشويهها في أكثر الأحيان كذلك هؤلاء شوهوا تاريخ هارون الرشيد لما يتساءل الإنسان؟ لأن حياته وفترة حكمه كانت ذروة قوة الدولة الإسلامية تقريباً عبر العصور كان يحكم من بلاد المسلمين ما يزيد على أربعين دولة مجتمعة الآن وكان مناصراً للدين ذاباً عن حرماته مقرباً للعلماء لذلك اغتاظ كذي كثيرون من ليشيق وبع المسلمين وصلوا إلى ذروة القوة والمجد والنشاط والعزة فاغتاظ بعض منحرفي أبناء المسلمين واغتاظ جميع أعداء المسلمين وله قصص كثيرة جداً في تأثره بالمواعب كان يخرج مع خادمه أو مساعده فيقول له اذهب بي إلى بيوت العلماء خذ بي إلى أماكن الصالحين ويقرع الباد في الليل في النهار وهو لا يظهر نفسه ويدخل فإذا دخل إلى العالم سلم عليه وقال له عذني عقيمي نصيحة من يفعل هذا من في زمننا بل في زمنهم من يفعل هذا من أفراد المسلمين فضلاً عن حكامهم حاكم يحكم أربعين دولة مجتمعة يخرج أحياناً في الليل أو النهار مستخفياً ليقرع الباب على بعض العلماء وفي البداية قد لا يعرفهم بنفسه يقول إن صحني عظني دخل يوماً على الفضيل ابن عياد رحمه الله العالم العلم الجليل فلما عرف الفضيل أن الذي دخل إليه الخليفة هارون الرشيد أسرع إلى داخل حجرته فأطفأ السراج معلوم في تلك الأعصر ما كان هناك كهرباء يعني طفى الضوء قال دخل عليه الخليفة فأطفأ السراج نعم ملحك ما سنرى الآن أطفأ السراج الخليفة ومعه مساعده الذي جاء به إلى الفضيل ابن عياد فجعل الخليفة لا يرى أمامه فيتحسس على الجدار أطفدوا على الجدار شميرا إلى أن وصلت يده دون أن يرى قبعاً وقعت كفه على كف الفضيل ابن عياد فلما لمسها الفضيل قال له كلمة عجيبة قال ما أن ينهى من كف لو نجت من عذاب الله شديدة نعمة بس بشرط أن تنجوا من عذاب الله في الآخر أنه عمي راح تروح فبكر رشيد بكاء مرة فقال لكم مساعده رفقاً بأمير المؤمنين قال أسكت ويلك ما أذهبه إلا أنت وأصحابك سكولت لا تحكي ولا كلمة أنت اللي غريتون أنت اللي آذيتون كتر النفخ معلوم هذا عبر الرسول أيضاً المنافقون قال ما أذهب إلا أنت وأصحابك وجعل يقول له عظني فيعظه فيبكي فيبكي إلى أن فرغ من موعقته فلما قام وسلم عليه قال لخادمه ضع له هذه في البيت وكان حينما يزور العلماء يأتي بصرة مملوئة ذهباً وفضة فيغتيها للعلماء فقال له ضع هذه في البيت فضعها المساعده في البيت وخرج سريعاً أشعل السراج الفضيل المعياض فإذا به يرى صرة مملوئة دنانيراً من الذهب فأسرع خلفهم فتح الباب وركض أسرع راكضاً خلفهم وأعطاها للخادم وقال خذها ورجع سريعاً نظر الخليفة فإذا بسرته قد ردت إليه دخل الشيخ أغلق الباب رجع الخليفة هارون ومعه خادمه أو صاحبه إلى بيت الشيخ لينظروا لما ردها فإذا بهم يسمعون من داخل البيت حواراً بين بعض بنات الفضيل بن عياض وأبيهم يقولن له يا أبانا ما عندنا من عشاء فلو قبلتها يجمعنا أنت عشاء طيب هو غلا يشفي يعني إيش ساوى هو ما عندنا من عشاء فلو قبلتها قال أتريدنا أن أدخل أن أدخل النار فسكت فقال الخليفة لصاحبه اقرأ عليه الباب وتلطف حتى يرهدها وقل له إن لم ترضها لنفسك فخذها لبناتك فقرأ عليه الشيخ فقرأ عليه خادم الخليفة قرأ عليه الباب ففتحت إحدى بناتك فقال خذي هذه لأبيك فقالت إن أبي لن يأخذها قال قولي له إن الخليفة يقول إن لم تأخذها لك فخذها لبناتك فأشار الشيخ من الداخل أردها على من أخذتها منه رجع للي أخذت منه وهذا خادم الخليفة أو صاحبه يتلطف هو العب استعطف الشيخ يؤبنا والشيخ يأبى ويأبى ويأبى إلى أدن صرفة ولم يأبن منه شيء هذا الخليفة الخير كان يرسل السرايا لمحاصرة بلاد الروم والجهاد في سبيل الله فخرج مجاهدا مرة واستطاع أن يفتتح عددا من بلاد الروم وينتصر عليهم ويأخذ الجزية من ملكة لهم تدعى إيريني أخذ منها جزية كبيرة سبعين ألف دينار وغير ذلك ورجع إلى بلده وقدر الله تعالى أن تثور الروم ضد هذه المرأة الملكة التي كانت تحكمهم ويولّوا بدلا منها ملكا رجلا يدعى نقفور فتولى نقفور وأبلغوه أنهم يؤدون من خزانة ملك الروم إلى بلاد المسلمين كذا وكذا من الدنانير الزهبية مع هدايا وأشياء أخرى فكتب رسالة إلى هارون الرشيد من نقفور ملك الروم إلى هارون الرشيد ملك العرب أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ والبيداء الشطرنج أحجار الشطرنج بمعنى جعلتك بمثابة سيد عليها وهذا هو حمق النساء وطيشهن لأنها ما تفهم ليك سيود جعلتك بمقام السيد عليها ورضية أن تدفع لك الجزية نعم وهذا طيش النساء وحمقهن فإذا بلغك كتابي هذا فرد كل شيء دفعته ملكتنا إليك وإلا ترى ما نصنع وقرأ أو قرأت على هارون الرشيد رسالة هذا الملك فلما قرأها استشاط غضباً وغيظاً وقال هات الرسالة فجيء بها إليه فأخذ الدواة وكتب على ظهرها بسم الله الرحمن الرحيم من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم أما بعد فالجواب ما ستراه لما تسمعه نحن بنفعل ما نقول وجحز جيشاً عظيماً فيهما يقرب من مئتي ألف إنسان وانطلق إلى بلاد الروم حتى وصل هرقلة فخربها لرقلة الآن في تركيا لعلها الآن أطلال نعم فكانت مدينة عظيمة من مدن الروم وحصلاً ضخماً جداً كبيراً محصناً فحاصرها مدة ثم استطاع الدخول إليها فخربها وتابع مسيره فأرسل إليه النقفور يستعطفه ويسترضيه ويقول ندفع لك ما كانت تعطيه الملكة قبلي قال لا حتى تعطي مثل ما تعطي ومثله معه تعطيني ضعفين ورضي ملك الروم الصاغرة وأرسل بالجزية إلى هارون الرشيد فلما رجع هارون الرشيد وصل إلى الرقّة المدينة التي في بلادنا فإذا به تبتيه الأخبار أن نقفور قد نقض العهد معه نقفور قال بعد مومعه يرجع مئات كيلومترات راحت فأمر جيشه فعادوا من حيث أتوا ولم يرجعوا إلى وردان رجعوا من حيث أتوا فدخلوا إلى بلاد الروم مرة أخرى وحاربوا الروم وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة حتى أرسل إليه نقفور مرة أخرى يسترضيه وكان قد أخذ منهم أسرى كثيرين جدا فأرسل إليه نقفور يستعطف استعقاف الذليل ويقول اصنع ما شد لكن في الأسرى بعض أقاربه هل تردهم لي هل تفعل كذا بإسلوب الذليل العبد فلما رأى هارون منه هذا التذل أرسل إليه أنا أردهم عليه فرد له هؤلاء الذين طلل استعقافهم منه وخرجوا إليه هذا الرجل يمثل عزة الإسلام بمثل هذا نصرنا وبالمداهمة والنفاق والمجاملة ذللنا لما يرفع الإنسان رواء الإسلام ليس معنى هذا أن أعادي الناس جميعا ولا نقاتلهم لا 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 ولكن لا أرضى الدنية في ديني إنسان يريد أن يذلني في ديني لا أرضى ذلك سبحان الله ومرت الأيام على هذا الرجل واستشعروا دنو أجله فصار الفضيل بن عياض يدعو فيقول اللهم بارك في عمر هذا الخليفة وخذ من عمري إلى عمره فنظر بعض أصحابه يعفوا رجل صالح وما بنافق طبعا هو تعرفون ما صنع مع الخليفة وإيش قال له الآن هو وحده مع أصحابه يقول خذ من عمري إلى عمر الخليفة تعجبوا له قالوا ما تقول يا شيخنا فسكت قالوا فلما مات هارون رحمه الله وتولى بعده ابنه المأمون وحصل في آخر عهده ما حصل من فتنة خلق القرآن وقد ذكرت وأشرت إليها منذ أيام في قصة الإمام أحمد ومقير مخلد قالوا الآن عرفنا لما كان يدعو الشيخ بهذا الدعاء الشيخ كان أعلم بما يقول عرفاني شعب دعي هذا الشيخ ما هو نافق لا ينافق هو لما دخل إليه هارون تعلمون كيف نصحه وقال له ما ألينها من كنف إلا أن يجب من عذاب الله ولكنه كان يعرف أنه كان سدا هارون الرشيد كان سدا في وجه كل أناس من أهل البدع ومن أهل الانحراف ومن أهل الآراء الشازة ومن الذين يبتغون شرا بالمسلمين كانت حصنا منيعا وسدا قويا في وجههم فلما مات بدأت الفتن تأتي شيئا فشيئا إلى أن عمت بعدها فقالوا عرفنا ما قاله الشيخ رحم الله هذا الخليفة العادل ورزقنا جميعا لاستقامة على طاعته إِنَّاوْ سَمِعُواْ دُعَى وَالْحَمْدُ لِلَا يُرُحْمِ الْعَابِ